تكلمت على أومار غريب ما تكلمت على أومار غريب عندما دافع الفريق وهذا حق مشروع لأنه دافع الفريق وكما هو كما حمار يدافع له في فاقسطيف هنان يدافع الاتحاد بالعباس وحتى الشباب المزاد عندهم رئيس بوحفص يدافع لهم أنا تكلمت عندما عمر غريب أعطى المعلومة في يوم الخامس قبل ما يسافر الفريق إلى أدغال إفريقيا ويلعبوا في معابلاتينيوم جنو إفريقيا قل باللي أنا رح نلعب في بلوغين فلطاق فلانية شكول يمدلوا القرار مين جاب هذا الانفورماشون حضرنا معاوي فاقسي قال لك حنا هدو مجرد إشاعات بعد ذلك بثلاث أيام تحقت بالمقولة وكاينة منها عمر غريب كان مهضرش كلام من عدم كانت عنده المعلومة لهذا نقول لك شكول يرى هو يقرر في كأس الجزائر شكول هل سكول الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أنا ما شفنا لحد الآن أي تصريح لرئيس الاتحادية احنا في عشرين مارس مهما كان في الجمعية العامة اللي حصلت وصراء أمور غير قانونية وغير شرعية الجمعية كنا ننتظروا من زد شهادة من رئيس الاتحادية أنه يجي بفكرة جديدة هو أنه الفكرة هذه باش تنجح أي مؤسسة تنجح لازم تطبق القانون وما تشوفش على الوجوه أنا أنا شوف وشوف الرشوة على المباشر الظلم التحكيمي على المباشر وفاق صيف مؤخرا بن براهم بن قوسين حقرهم طبعا حقرهم نتابق كما برئيس المدوي يخدم إن سمان كمبيات باش إن سمان بسكولو كان حبو نديرو أن ديبا أن فري ديبا ليس انتريني الرحبك نقدرو بالك نسخصوا واحد جاج جديد للبطولة الجزائرية نسخصوا مدرب شباب الوزداد المغربي بادوزاكي نطرحوا له السؤال صغير بارك أسكنت عشت هذه الوضعية من قبل ولا ما عشت عش في حياته الكراوية ولكن في حياته الكراوية حتى لا تخيل لي حتى لا تصول للجمهور بأن هذه الأمور فقط تحدث في هذه الفترة منذ انتخاب الرئيس الجديد منذ العشرين من مارس هذه الأمور كلها كانت تحدث بشكل عادي ربما لن تكن تظهر للأعلم بهذه الطريقة شوف شوف حنا بكري كانت ديكتاتورية الرئيس لأنك تبدو تبدو متعاطفا مع الفترة الأولى وغير لا أنا ما قلت لك شوف أنا قلت لك كان ديكتاتورية في العهد السابق كان ديكتاتورية تعالرئيس كان يفرض منطقه لأسباب ما كانت المقابلة هو مرمج اليوم هو يبرمج هذه مباراة أخرى بالتليفون بات ربما أوامر فوقية من فوق لكن ما كانش نشوفوا الاحتجاجة هذه احنا الاتحادية غرقت في فنجان غرقت في كأس الجزائر احنا مبارتين ببارت على نصف نهائي غرقنا فيه ديوم اللعبوا في سنجوي اقولوا لا لا عمال عروس في سنجوي اللعبوا في بلوغي وبعد اللي الضات ودوكا وين ديرهم ديرهم بعد شهر رمضان